تجمعات لمزارعين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبور قبل تصويت مرتقب على إصلاح السياسة الزراعية الأوروبية إيفي كوستو كوستا من يورو نيوز واكبت تحرك المزارعين الأوروبيين وقال لها أحدهم عشرة ألاف مزارع ألماني توقفت أعمالهم السنة الماضية وفي فرنسا الوضع مماثل المزارعون الصغار يتلقون مساعدات بحوالي العشرين بالمئة من الميزانية الزراعية والقسم الأكبر يصرف على التسويق المفوضية الأوروبية تقترح سقفا للمساعدات السنوية المخصصة للمزارعين النائب الأوروبي اليوناني نيكوس كريزوغيلوس قال ليورو نيوز المساعدات ينبغي أن توهب للمزارعين أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة وليس لبعض المصنعين وأصحاب الشركات الكبيرة القانون المقترح يفرض تطبيقا لبعض الشروط البيئية من أجل حصول المزارعين على مساعدات جوزيبوفي نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي قال ليورو نيوز الغالبية الشعبية تريد تجارة عادلة متوازنة وسياسة زراعية خضراء فأذا لم يصوت البرلمانيون كما يلزم فسيتم نشر أسماء النواب الذين لم يصوتوا بفق رأي أغلبية الأوروبيين هذا الأربعاء يصوت البرلمان الأوروبي على السياسة الإصلاحية الزراعية الجديدة في الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر